بسم الله الرحمن الرحيم معاكم Excellent Academy وسوف نشرح لكم مسائل إضافية في مقاررات chemistry مثل أنت شايفين في هذا السؤال طالبين في معادلة كيميائية على موزونة Total Ionic Equation وNet Ionic Equation هذه المفاهيم نحن شرحناها في مقطع فيديو السابق وستلاحظون أنه الرابط الشرح موجود في أعلى الفيديو وكذلك موجود في وصف الفيديو في الوصف أسفل الفيديو نأتي الآن إلى الموليكيلر إكويشن هي مثل ما شرحنا في الفيديو السابق نحن نحط المعادلة على شكل موليكيول على شكل جزيئات مثل مثل ما ذلك عندنا ماغنيسيوم هادروكسايد وصيغة الماغنيسيوم هادروكسايد ستكون Mg O H 2 زائد إنها يتكأسد H N O 3 السهم طيب راح نشوف هنا الماغنيسيوم هادروكسايد راح يكون إيكويس الهن3 رح يكون ايكويس طبعا متا ما شرحت في مقطع الفيديو السابق رح يكون هذي عبارة عن تبديل يعني الاول رح يروح مع الثاني والثاني والثاني رح يروح مع الاول شو بتصير عن المعادلة بتصير عنها مجي نو ثري زائد اتش دو او نيجي الآن وزن المعادنة فالماغنيسيوم هون تكافأ كم رح يكون ثنائي نيجي نكتب الصيغة مثل ما احنا شرحنا في مقاطع فيديو مقاطع فيديو سابقة انه كيف كيف نكتب صيغة المركبات فالاثنين هذي تكافؤ الماغنيسيوم والأو اتش تكافؤها كم رح يكون واحد فرح تصير عنا هون امشي معت الامشي رح تاخد كم تكافؤها اثنين نيجي هون مثل ما شايفين الاتش انو ثري تكافؤها كم واحد فرح تصير عنا هون كم اثنين بعدين نيجي احنا نحسب هون مجموعة مين مجموعة الانو ثري الانو ثري هون كم واحدة وهون اثنين فلازم نصير نضرب هكم هون رقم نضرب في اثنين فبصير عنا اثنين انو ثري نيجي نوزن الاكسوجين والهيدروجين عنا متى احنا شايفين كم كم هيدروجين عنا هون اثنين هيدروجين وهون اثنين في اثنين بصير أربعة هيدروجين وعننا هنا أثنين هيدروجين فهتصير and we'll have two نجي على وزة الأكسجين عندنا كم 2 في واحد الأكسجين فصار ثنين أكسجين يعني عندنا هناك واثنين أكسجين وهذه هي أثنين أكسجين وهذه راح تكون Equius وهذه راح تكون Liquid وهذه الموليكيلر إكوشن هي هذه هي هذه ننتقل الآن إلى توتال آيونيك إكوشن توتال آيونيك إكوشن من مجموعة إنها الآيونات الكاملة في التفاعلات يعني الآيونات من ناتجة ناتجة عن تفكك الموليكيول تفكك الجزيئات فأي إحنا هون ساعتها لما نشوف أول ما نشوف من فكك المادة فبصير عنا هون مجي كم أو إتش عنا عنا 2 أو إتش عنا كم هيدروجين عنا 2 هيدروجين وعنا 2 ن أو ثري بعدين كم أم جي واحدة أم جي وعنا 2 ن أو ثري وعنا كم هيدروجين كم ووتر طبعا ووتر ليكويد والسولد ما بتفكك بينزل مثل ما هو فبصير عنا اثنين اتش تو أو ليكويد بيجي نوزع الشحنات احنا قلنا لما نخلصهم كم هون مثلا شايفين ثنائي فهيصير هادي اثنين لأنه المركيول الشقة العليسار بيكون موجب والشقة العليمين بيكون سالب بس فيه استثناءات على المركبات العضوية فنعطيكم ياها في يعني في وقتها بس تسعة تسعين في المية من المركبات الشقة العليسار رح يكون موجب والشقة العليمين رح يكون سالب فهذه هتكون موجب اثنين وهذه سالب واحد وهذه موجب وهذه سالب وننفس الشي هون موجب اثنين وهذه سالب واحد وطبعا الواتر ما عليش رحنات وهذه احنا بنسميها Total Ionic Equation منيجي على بعديها على من Net Ionic Equation Net Ionic Equation مثل ما شرحناها هي خلاصة خلاصة التفاعل يعني التفاعل الرئيسي في التفاعل أو المكونات التي تكونت فيها يعني نحن نشوف التفاعل هات فراح نشوف ان فيه تفاعلات على اليمين هي نفسها على اليسار اللي احنا شو نسميها 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 Spectator اي مثل شو رح نشوف هون الماغنيسيوم هون موجودة هون نشوف الان او ثري هون موجود ان او ثري هون فتكون Spectator ايون هي ام جي موجه باثنين وعندك الان او ثري سالب فهذا نحن نسميها Spectator ايون وهذا مو مطلوب عنكم في السؤال بس احتمالك نجيكم سؤال بالفاينل فعشان تكونوا عارفين شو هو Spectator ايون بنشطب نشطب Spectator ايون في المعادلة هذي ان انا حطت تحتها خط احمر ومنكتب بقية المعادلة ال Total ايون فهيعطينا 2 او اتش ماينس زائد اتنين اتش موجب بيعطينا اثنين اتش 2 او وهون Liquid Aqueous Aqueous طبعا هذي Aqueous 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 كل الميتفاكك بنكتبه Aqueous بس هذي هي Liquid وهذي احنا شو نسميها Innet Ionic Equation اللي هي مين اللي هي هذي وبهيك نكون خلصنا اجابة السؤال الاول موسيقى